صحيح وبرضو يعني على صعيد المنتخب السعودي والتصريحات اللي تقالت بعد انتهاء هذا اللقاء نروح لكلام صالح الشهري اللي طبعا نجم المنتخب السعودي اللي قال طموحنا هو الوصول لدور الستاشر وحرام قال لا نتأهل بعد فوز اليوم الكبير والحقيقة عنده حق جدا حرام فعلا يعني قادرون على التأهل وقال كمان وثقنا بأنفسنا قبل المباراة وقلنا إننا على قدر التحدي وأثبتنا ذلك وأنا كمهاجم أريد أن أسجل في كل مباراة وشارك فيها وأساعد فريقي إذا عملت بقوة لتحقيق ما تريد فلا شيء مستحيل صحيح إحنا حققنا الفوز ولكننا لم نتأهل بعد سنفرح الآن ومن الغد سنركز على المباراتين المقبلتين يعني بلغة الكورة كده حنقل بالصفحة الجملة دي مش بتفكرك في حاجة جملة بالأهل يا باشا حنقل بالصفحة بس إحنا في الأهلي ما بنفرحش قوي كده يعني برضو من الحاجات اللي كانت لطيفة جدا والناس علقت عليها وقالك كان فيه دمعه وكان فيه دد بس لفتها أوكي يعني السعودية خدت أجازة كلها النهار ده مثلا حقهم حقهم يعني الفهم إزاي فهما بيفرحوا برضو حقهم بس إحنا إحنا يعني بنفرح ساعتين يعني حتى لما أنا تاني هرجاء أقول الكلام ده لما حصلنا على الثلاثية وإحنا كنا أنا وكريم على الهواء تاني يوم على طول يعني تاني يوم على طول بعد كم ساعة تقريبا من حصولنا عليها إحنا يدوب فرحنا تقريبا على مدار الحلقة قولي تلت ساعة تلت ساعة وقالك خش على بقية الأخبار خش على الفترة اللي جاية خش على المباريات تلت ساعة وقالك خش على المباريات